والله لا يطاق والله لا يطاق العيش مع أرعن ولا غضوب ولا ألد ولا خصم ولا الذي يكتر النقد ولا ذاك الذي لا يعذر الناس ولا ذاك الذي لا يفرح الطفل برؤيته اختبارات الرحمة في قلبك إذا رأىك الأطفال يهشون أو يهربون واللهم بعضنا إذا خرج من البيت حل السرور على أهل بيته أبشركم الوالد طلع لا حول ولا قوة إلا بالله أبشرك الوالد رايحة مسيرة على الجيران الله يسعدها ويبعدها حول ولا قوة إلا بالله ليه؟ الطفل ما يكذب ولذلك إذا ما ابتسم الطفل إذا رأىك راجع نفسك الله يعظم راجع نفسك والطفل ما يعرف ولا يكذب قلبه وعاطفته الصادقة الطفل إذا أحب أحب ولذلك أقول لبعض زملائنا في المدارس الذين يدرسون الصفوف الأوائل الأولى ثاني ثالث مقياس أنت ناجح في التربية ما أسألك عن التعليم أسألك عن التربية ناجح إذا فتحت الباب كيف يستقبلك أفراخك أطفالك هل هو بالقلوب؟ أستاذ 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 ثم ضموه كلهم ضمة واحدة قال لا والله إذا دخلت يا شيخ يقعدون على الطاول يقلون كذا ومتكتفين وينظر بعضهم تدور أعينه من الخوف قلت أنت هادم اللذات حسبي الله عليك أنت تدمر في نفوس أطفالنا ما نريد أن نربيه وننميه إنك تخرج من قلوب أبنائنا الرحمة الرحمة تورث ولذلك قال الحبيب إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أنزل فيه الرفق إذا أراد الله به خير جعل فيه أدخل الحديث أدخل فيه الرفق معناه أن الرفق وهو جزء من الرحمة ليه ما أتعجل في تأديبك ولا بطش بك لأني أرحمك أرحمك هذه الرحمة تنتقل من قلوب المربين إلى من يربونهم ولذلك تجد بعض البيوت فيها رحمة البنت ترحم اختها اللي أصغر منها والابن الصغير يرحمه البيت كله والكبير يرحم من دونه فيتراحمون ويتضاحكون وبعض البيوت الأبناء يجلدون في من كان أصغر منهم والبنات تشتكي أخواتهن والغيرة قد أكلت قلب الكبرى على الصغرى والصغرى تشتكيها الكبرى إلى أبيها والوسطى منغلقها جالسة في الغرفة ما تخرج وهذا يقول الشاحن الجوال خذاه وهذا يقول اللابتوب بسحبه وهذا يقول الواي فاي طفاه ويدخل الأب يطف في حرائق سهل الله خير كأنه في الدفاع المدني وتدخل الأم تقول ألا تتراحمون قفي يا فتاة يا أمت الله ألا يتراحمون الرحمة هي تورث لعلهم ما رأوا منك رحمة اللوم الكثير يخرج الرحمة عدم الإعذار يخرج الرحمة عدم التغافل يخرج الرحمة الضرب ولو مرة واحدة إذا ضربت أنت غضبان تدمر كل بقع الرحمة في قلب الطفل الصغير وتصدقون أن الدمار النفسي بعضهم عمره خمسين الآن وعنده خوف وارتباك وعدم استطاعته أن يواجه المواقف الكبيرة ويخشى من رؤية الناس بسبب اختلال في التربية الأولى ورثها من خمس وأربعين سنة لما ضرب لأنه كسر الإناء ولا لأنه ما حقق الشهادة والنسبة أو لأنه ضرب أخته أو أي سبب ضرب والده ضربا بعد عودته من الدوام لا زال يعيش الألم النفسي الألم البدني يبرأ لكن ألم النفسي لا يبرأ صاحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر